السلام عليكم درسنا عن قصة إسباغ الوضوء من إتقان العمل بينما كان الجد يجلس مع أحفاده سمعوا آذان العصر فقام الجد ليتوضأ وطلب من الأحفاد الاستعداد للصلاة وبينما يستعد الجميع للصلاة لاحظ الجد أن وجه مريم جاف تماما وقدميها أيضا الجد هو قاعد مع أحفاده سمعوا آذان العصر العصر أذن فالجد أم عشان يتوضأ وطلب من الأحفاد أن هم يستعدوا للصلاة يقوم يتوضوا معاه فجدهم لاحظ شيء أن وجه مريم وقدميها جفين يعني هي ما أتقنتش مين ما أتقنتش الوضوء ما غسلتش الوجه كويس ولا القدمين بتوعها جلس الجد وقال هل تعلمون يا أبنائي أن الوضوء من شروط صحة الصلاة يعني الصلاة لا تصح إلا لما أنت تتوضأ يعني ما ينفعش حد يصلي من غير ما يتوضأ رد عمر نعم يا جدي فمن يسبغ الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية اللي يسبغ الوضوء يعني يتقن الوضوء بيسبغه يعني يتقنه والدوله حقه تفتح له أبواب الجنة الثمانية أبواب الجنة كان باب 8 أبواب أبواب النرض 7 وأبواب الجنة كان 8 ويدخل من أي باب شاء هكذا تعلمنا في المدرسة عمر رد على جده قال اللي بيسبغ الوضوء يعني يتقن الوضوء بتفتح له أبواب الجنة الثمانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث قال الجد الجد رد عليه وقال له أحسنت يا عمر هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإسباغ الوضوء هو إتقانه جدهم بيعرفهم دلوقتي إسباغ الوضوء يعني إيه إسباغ الوضوء هو إتقانه يعني أن أنا أتقن الوضوء والقيام به على أكمل وجه بغسل الوجه بتاعي بغسل إيدي إلى المرفقين بغسل القدمين بتوعي كل عضو من الأعضاء دي أنا بغسله على أكمل وجه كما أن صحة الصلاة تأتي من صحة الوضوء يعني عشان الصلاة بتاعتها تكون صحيحة لازم الوضوء بتاعتها يكون صحيح لو الوضوء بتاعتها في خلال في نقص فيه الصلاة بتاعتها ما هتكونش كاملة فكيف تصح صلاتنا إن كان الوضوء ناقصا إزاي الصلاة بتاعتنا هتكون كاملة والوضوء بتاعنا ناقص قال زياد لن تصحب الطبع زياد رد على جده وقال له لن تصحب الطبع لو الوضوء بتاعتها غير صحيح أو ناقص فالصلاة بتاعتي مش هكون كاملة قالت فريدة أتعلم يا جدي أنني كلما تذكرت أن الله تعالى سيكافئني على إتقاني للوضوء بأن أدخل الجنة من أي باب شئت قمت فأتقنته ثم أتقنته ثم أتقنته فريدة بتقوله تعرف يا جدي كلما تذكر أننا لما أتقن الوضوء هدخل من أي باب شئت يعني من الباب اللي أنا عاوزاه الباب أبواب التمانية باللوم بتوع الجنة أتقن الوضوء يعني أتقن كلما يأخس الوجهي أتقنه ثم أتقنه ثم أتقنه علشان نعاوز أننا أدخل من أي باب شئت ضحك الجميع ثم سأل الجد من يسمعنا هذا الحديث من اللي سمعنا الحديث ده قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضى فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه الإمام مسلم عمر قال أنا أقول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضى فيسبغ الوضوء يعني يتقن الوضوء ود كل عضو حق ثم يقول يعني بعد ما يخلص من الوضوء يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله يعني أنت بعد ما تخلص الوضوء وخلصت وغسلت القدمين بتوعك تقول أم أيل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسول بس إيه اللي يحصل بعد ما أنت أتقنت الوضوء بتاعك وبعد كده قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله تفتح لك أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أبواب الجنة الثمانية يتفتح لك وإنت تدخل من أي باب تعاوز رض الجد أحسنت يا عمر ثم نظر إلى مريم وقال والآن هل جميعكم مستعدون للصلاة نظرت مريم إلى جدها في خجل ثم قالت سأذهب لأتوضأ وأتقن وضوئي وحينئذ سأكون مستعدة للصلاة قال الجد بارك الله فيك يا بنيتي أقبلته مريم وقالت جزاك الله عنا كل خير يا جدي يا الحبي يبقى لو جدت تتوضأ وإنت ما أتقنتش وما أسبغتش الوضوء يعني ما أتقنتوش ترجع تتوضأ تاني علشان الصلاة بتاعتك تكون صحيحة وتكون كاملة يبقى علشان الصلاة بتاعتك تكون صحيحة لازم الوضوء بتاعي يكون صحيح لما أجي أتوضأ أسبغ الوضوء يعني أسبغ الوضوء يعني أتخن الوضوء بعد ما أسبغ الوضوء وخلص وأدخن الوضوء أقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسول إيه اللي يحصل تفتح لي أبواب الجنة الثمانية ثمان أبواب بتوع الجنة يتفتحه لي وأنا أدخل من أي باب أعاوز منهم الثمانية وده فضل عظيم جدا لمسألة إيه إسباغ الوضوء عايزك تركز كده معايا في النشاط ده علشان تعرف إزاي أن أنت تتوضى وتتقن الوضوء أول حاجة عندك أن أنت بتغسل الكفين بتوعك أهم أول حاجة بعد ما نغسلك الكفين بتوعي تاني حاجة أن أنا بتمضمض وبستنشق المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف بعد كده أغسل الوجه بتاعي بعد كده بابدأ في تخليل الأصابع بأن أنا بدخل المية بين الأصابع بتاعت إيدي ورجلي لما يجي عند الرجلين برضو وبعد كده بغسل اليدين إلى المرفقين إلى المرفقين بعد ما أغسل اليدين إلى المرفقين بامسح الرأس بامسح الرأس ويكون مرة واحدة إن أنا بمشي إيدي من بداية الرأس بتاعي على شعر كده لنهاية الرأس وبعدين أرجعها مرة تانية بعد كده بامسح الأذنين بتوعي بكون مرة واحدة برضو بعد ما أمسح الأذنين بتوعي بغسل القدمين إلى الكعبين بعد كده بترتب يعني برتب كده زي ما هو ورد كده ها الترتيب اللي ورد في الآية المولاه إن أنا بتابع الايه بتابع الوضوء ما أفصلش بين كل عضو عضو مدة زمنية طويلة لما أنت تتوضى كده يبقى أنت أسبغت الوضوء وتوضيت وضوء كامل إن شاء الله كامل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته